نحن فخورين جداً نحرك معنا النهاردة عبر تلفزيون المصري وأمام الجماهير المصرية نادي أستون فيلا من الأندية العريقة الكبيرة في تاريخ الكرة الإنجليزية نشرف جداً بتواجد حضرتك معنا وسؤالي الأول بالتأكيد عن فريق أستون فيلا كيف ترى وضعه الآن في جدول ترتيب الدولة الإنجليزية؟ هل هو وضع مطمئن أم غير مطمئن؟ نعم لدينا موسم رائع حتى الآن وكانت خسارة سيئلين اليوم نحن نسعى للمضي قدماً وصعود لعدة مراكز من خلال الدوري الإنجليزي وأيضاً نحاول التحسين من مستوانا خلال المباريات القادمة وتحسين مركزنا خسارة من أرسنال بشكل درامي شوية هارد لك بالتأكيد هذه الخسارة لكنك فست اليوم بمقابلة توم هانكس واحد من أهم مشجعي أستون فيلا واحد من أهم الممثلين في تاريخ السينما العالمية كان مشهد رائع جداً وجوده في مدرجات أستون فيلا اليوم طبعاً شرف عصيم لأن توم هانكس يكون النجم العالمي المشهور وأسطورة هوليوود أنه يكون متواجد في مباراة أستون فيلا وأرسنال طبعاً وهو مشجع لنادي أستون فيلا لمدة حوالي أربعين عاماً وهو طبعاً من أشهر المشاهير الذين يتابعون فريق أستون فيلا وطبعاً قابل نائب رئيس الوزراء البريطاني ماكرون وأنه كان متحمس جداً للقاء اليوم طيب أنا وأنا أنظر في تاريخ أستون فيلا أجد أن أستون فيلا فائز بسبع مرات دوري إنجليزي فائز بدوري أبطال أوروبا فائز بالسوبر الأوروبي متى نرى أستون فيلا يعود مرة أخرى على منصات التتويج وما هو الذي يمنع أستون فيلا أن يكون في هذه المكانة الآن؟ حلمي الأول أن نلعب للكرة الأوروبية وننافس في منافسات أوروبية وطبعاً ننافس في منافسات للدور الإنجليزي ونطلع للمركز السادس والسابع وننبع بالدوري الأوروبي طبعاً آخر حاجة كان لنا 1992 وبعد كده للأسف ما قدرناش نستمر على هذا الصعيد الدولي الأوروبي المحترف وإن شاء الله نرجع للأمجاد ونحاول نجيب بطولات وإنجازات مرة أخرى أجد الدولي الأوروبي المحترفة